احنا محتاجينكم ومعايزينكم تشتغلوا معنا وما عدناش اي مشكلة في ده بس بلاش نعمل انطباعة او نفهم امور على انها يعني في مزحمة او في رفض لا لا لان احنا الحجم العمل المطلوب في مصر حجم ضخم جدا وحجم الخبرات اللي موجودة ده القطاع الخاص خبرات طيبة ومقدرة واحنا وطبعا وقدراتهم المالية فاحنا بنقول من خلال يعني الافتتاح بتاع النهاردة ده كل المشروعات طيب جهاز الخدمة الوطنية المشروعات اللي موجودة فيها اللي تعاملت متاحة ايوا متاحة لحاجتين سواء كانت للبورصة او للمشارك للبورصة او للمشارك طيب انا بس عايز اقول لكم على حاجة بس اي مشروع من اللي بكلمكم عليه هو اتعامل زي الكتاب ما بيتعال يعني انت لما تيجي تروح تشوف المشروع الزراعي اللي انا بكلم عليه اتنين مليون فردان انت مش هتجد فيه حاجة نقصة يعني ايه حاجة نقصة يعني تسويات ارض شبكات رفع مياه وماد المياه لغاية المحوريات بتاع تنمان اللي هان بيسموها البيفوت شبكة الكهرباء شبكة الطرق طيب انا النهاردة ما عرفش انتو هكامل عاملين حساب طريق تشكة العينات في التحال الجاية دي لسبوع ده ولا لا وستك العمال الجاري تنفيذها زي تشكة العينات وزي الفرافرة والدخل الشارع العينات ستك هنذكرها كمشروعات جاري تنفيذها ولكن هي لسه لم تنتهي طيب انا مثلا المشاريع اللي انا بقولها مع او للفرق كامل اللي ذكرها دلوقتي تشكة شارع العينات وشارع العينات الفرافرة مش كده احنا بنتكلم في 1050 كيلو 350 اللي هم الطريقين ثم الواصلة بتاعت الفرافرة ضايروت الفرافرة ضايروت الفرافرة احنا قلنا انها هتتعمل من ضمن الحاجات اقدر اقول دلوقتي ان تشكة شارع العينات 99% منه اللي هم 350 كيلو تقريبا خلصوا وشغالين في اللي هو شارع العينات الفرافرة عشان بتكلم في يعني ده لخدمة ايه لخدمة زراعة ما يقرب من مليون ونص فدان في تشكة وشارع العينات طب ده للقطاع يعني الجهاز الخدمة الوطنية او للشركات قطاع العمال في الزراعة فقط لا طب ما فيه ناس ما فيه في العينات وفيه في القطاع التشكة فيه شركات خاصة شغالة الطريق ده سيخدمهم ينقلوا بيه مستلزمات انتاج لهم الفضلة كامل مستلزمات انتاج لهم او حتى بعد الموضوع ما يتزرع يقدر ينقل بيه المصر طبعا طريق معمول اكتر من 20 متر اسفلت درغة وعلي خدمات ومن البنزيم وكل اللي انتو عايزين الكلام ده بيتعمل عشان شوفو يعني احنا جدين قوي جدين قوي في مواجهة تحدياتنا جدين قوي في التغلب على يعني ما نحن فيه مش هقول كلمة وحش احنا جدين قوي ومش بس جدين احنا بنقاط ما نحن فيه عشان نخرج منه بفضلك يا رب بفضلك يا رب هنخرج منه هنخرج من اللي احنا فيه للي احنا بنتمناه لنفسنا ولبلدنا وما افتكرش ان في حد بيكون هدف الاصلاح والبناء والتنمية والتعمير والكلام ده انا قلته قبل كده كتير الا ما ربنا سبحانه وتعالى بيسدد خطأ لان صحيح عنده نواية مش طيبة تجاه بلده مصر بس يمكن انتوا بالامور احيانا محتاجة ان احنا نأكل عليها ونوضح ترجمة نانسي قنقر